قبل الفاصل سألت جيمي عن مصطفى شبير ورأيه في مقدمة طوال هذه البطولة قال لي بس عايز اقول حتة على امام عشور عشان مرضو اهو انت عارف جيمي ما يفوتش الحاجة عن امام عشور يحب امام عشور متعاقب معه متعاقب مع امام عشور سنة اللي توقف وانه حصري بس بصراحة وامام عشور امام عشور يستاهل ان تتكلم عنه كل مرة مليون في المية مليون في المية امام عشور يا كريم يستاهل اللي اتدفع فيه والاهلي محظوظ بانه عنده امام عشور وامام عشور محظوظ جدا 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 بالنوم موجود في النادي الاهلي امام عشور بياخد كأس مصري بياخد بطولة السوبر المصري بيشترك في كأس العالم للاندية لأول مرة بيسجل في كأس العالم للاندية بيحصل على رجل المباراة في كأس العالم للاندية وبيتوج النهاردة بدوري ابطال افريقيا لأول مرة في مسارته النهاردة ونروح للقاطات بس قبل ما نشغل اللقاطات نهاردة عنده رقم لم يحدث في هذه البطولة بيحصل أول مرة نهاردة ست مراوغات ناجحة لإمام عشور ستة على ستة مية في المية في كل مرة كان بيروح إلى على لعيب من التراجي كان بيعدي ستة على ستة مفيش لاعب في دوري أبطال أفريقيا في كل المباريات في النسخة الحالية عنده رقم ستة على ستة في أي مباراة رقم ده حلو بس في الغد كان محمود شاكل لسه جيب لله تحاول يعدم الله بس سلام عليك كملت ورجعها لأنها نفس الهجمة لأ بس اتقطعت كملت ورجعها لأنها نفس الهجمة لأنه خدت خدت كرة قبل ما قبل ما اللعين تاني يطلع بيها ده اصراع لا ده اصراع سمائي خدت كرة في الآخر نقول ستة من سبعة كابتن تاريب ستة من ستة ماشي خلاص طبعا إزاي كابتن هو استحوز على الكرة مرة تانية اللي يجب الترجي يا كابتن ما تطلعش بيها فضلت الكرة ما أخدها منه اللي انت شايفة كابتن محمد المهم امام عشور يا كريم عايز لعيب بيلعب في بيشتغل في المناطق عميقة في الملعب وبتري اعمل اسستات موجود عايز يشتغل جناح موجود عايز يشتغل ويعمل دي اللقطة عشان ما ناخدش فيها وقت اللي كان بيشرح محمود من شوية واللي كان بيعملها واستغلاله للمساحة دايما على الناحية الشمال كجناح ايصر اللي بعديها اللي بعديها على طول ماشي الفريم اللي بعده دي كانت اللقطة الاولانية اتكلم فيها محمود روح لللي بعده الحالة اللي بعديها على طول الحالة اللي بعديها دي اللقطة اللي تم احراز منها الهدف بعد كده من دربة ركنية اللقطة اللي بعديها على طول امام عشور هنا وهو موجود فين موجود على خط التمنتاشر بص بقى كريم لعيب عنده القدرة لعيب وسط ملعب عنده القدرة انه يعمل ترانزيشن ويحط الكرة تحت رجله ويقطع 40-50 متر واللعيب اللي قابله ويرقصه ادي الاولاني عدى منه راح التاني راح معدى منه راح ضربه منين قطع الكرة منين من على نقطة خط منطقة الجزاء بتاعت النادي الاهلي لحد ما راح على التلت الاخير بتاع نادي الترجي الفريم اللي بعضه يلا الفريم اللي بعضه على طول يلا يلا الفريم اللي بعضه كمان بص هنا نفس القص بياخد الكرة امام عشور طول الوقت حل موجود في عمق الملعب او على الاطراف طول الوقت لعيب متعدد المهام انت بتتكلم على لعيب اينما طلب منه انه يتواجد بيتواجد كمل الفريم اللي بعضه على طول الفريم اللي بعضه الراجل ما عندوش مشكلة انه يعمل ترناتو غير الملعب ويشتغل على الاطراف ويشتغل في العمر كمان كمان الفريم اللي بعضه بص هنا كمل هينزل استلم كمل هياخد الكرة ويكمل ويفنت الراجل ما عندوش ازمة خالص ما عندوش ازمة انه يعدي في اي وقت من الاوقات انه يعدي طول الوقت يعدي واحد على واحد هيعدي هنا الراجل هيدربه ويعمل معه فاول الفريم اللي بعده الفريم اللي بعده وبيعمل اسيست منين بص بص نازل فينا يا كريم نازل على اول خط للنادي الاهلي نازل في الخط الدفاعي دفديا خمسة وتلاتين الراجل نازل في مركز الباكليفت اللي هو مكان كريم فقد وسايب كريم يطلع هيحطها تمريرة طولية صحيحة على الجانب الايصر لحسن الشحات اللي بعده الفريم اللي بعده آخر فريم ماشي ماشي خلاص نروح ليه مصطفى شبير تروح لمصطفى شبير نروح لمصطفى شبير عايز تقول ليه عن مصطفى شبير مصطفى شبير يا كريم الحارس الأول الذي يتوق في البطولة بتسعة على تسعة الناس الأهل يستقبل هدف لكن الهدف ده ماستقبلوش مصطفى استقبلو محمد الشناوي في مباراة يانجي أفريكنز الحارس الأول اللي يتوق بالبطولة بتسعة على تسعة لما يكون نادي الأهل يبادئ في بداية البطولة بتلات مباريات عنده تعادلين في أول تلات مباريات والبداية مش جيدة ويكون على حظ مصطفى شبير العثر مع إصابة محمد الشناوي خارج يلعب أمام مدياما في غانا وخارج يلعب بلوزداد في الجزائر ويطلع بمصطفى شبير هو نجم اللقائين بخمس تصديات خطرة في اللقاء الأول وخمس تصديات خطرة في اللقاء الثاني وبعدين يروح يلعب سنبا عنده سبع تصديات ورجل المباراة يلعب مازين بي تلات تصديات منهم فرصة هدف محقق وهو رجل المباراة مليون في المية ونمشي اللي قطته حد نتكلم مليون في المية مصطفى شبير هو رجل البطولة بالنسبة لي دي بطولة مصطفى دي بعض التصديات وحب نتكلم مش عالق عليها تشتغل وحب نتكلم دي بعض التصديات مبارات ينج أفريكان سواء في سينبا سواء في مباراة بولوزداد وفيها مبارات ميديامة مبارات خارج الأرض وكلها تصديات صعبة جدا وقريبة جدا هو الحارس الأكثر تصديا وتعرضا للكرات رغم أنه مين أنه بيلعب في الفريق البطل فده بيقولك إيه بيقولك أن الأهلي كان بيتعرض لهجمات كتير جدا جدا طول الوقت فشو بير بالنسبة لي بيعمل بطولة إعجازية برقم إعجازي بالنسبة لي هو اللعب الأحق أنه يكون أهم لعب في البطولة وأفضل لعب بطولة مع كل التأدير لكل عبت النادي الأهلي وبلا شك هو الحارس الأفضل في هذه البطولة مليون في المية هياخد أفضل حارس في البطولة اللي احنا منرده ده جزء من كل جزء من كل اللي عمله مصطفى شبير بالنسبة لي هي بطولة للتاريخ أداء استثنائي يقترب من أداء إعجازي لحارس مرمى لم يكن يشترك من قبل واستعاد أخيرا معلش يرجع للصورة اللي فاتت دول أعظم تصديين بالنسبة لي في البطولة دي تصدي في مبارات الوداة دي النسخة الماضية سهمت في فوز النادي الأهلي بالبطولة الصورة اللي بعدها على طول تصدي إعجازي في مبارات الذهاب ودي ما خدناش بلنا منها في اللايف ساعتها الكرة اللي بعدها من رودريجو هدف من جوة الست رجل يلعب الكرة لمسة وأخيرا أهم صورة من مصطفى شبير أنه راح لأمان الله ما ميش عام ضرب سبرينت يا كريم بعرض بطول الملعب بعد صفرات الحكا مباشرة وراح طيب خطر الراجل وقال له انت قدمت بطولة كبيرة وبالمناسبة مصطفى علق بعد البطولة وقال إن أمان الله ما ميش هو أفضل حارس البطولة لماذا أسترج عليك؟ لو أسترج عليك في المقدمة تمام؟ فهيأح اللقطة المصطفى الشبير النهاردة لما طلع في أوتوبيس الترجي كمان بعد المبارات وكان بيواسي المميش ولعب الترجي في أوتوبيس المبارات كمان اشتركوا في القناة